أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إجماع مؤسسات التصنيف الائتماني على الآفاق المستقبلية المستقرة والواعدة للاقتصاد المصري وذلك بعد سنوات من العمل والإصلاح وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى التقرير الذي أعلنته وكلة فيتش للتصنيف الائتماني الذي رصد تثبيت التصنيف الائتماني عند مستوى بي بلس معضحا أن الاقتصاد المصري أظهر أداء متفوقا على الغالبية العظمى من نظرائه بالتصنيف خلال أزمة كورونا مدعوما بزيادة إنتاج الغاز والاستثمارات العامة ومرونة الطلب المحلي